هلو انا نونا طبعا اصدقائي رجعتكم في فيديو جديد اصدقائي بهذا الفيديو اليوم بهذا الفيديو شرح مهمات الاسبوعية او اترجمها لان انتو كتبتول بالتعليقات انتو طلبتوها طبعا من عندي بالتعليقات وايضا يا اصدقائي صار شوية بها اختلاف المهمات لكنها سهلة جدا يا اصدقائي طبعا مثل ما شوفون اها طبعا هاي المهمات الاسبوعية تفيدكم بتكبير او تطوير المرأة بتبعكم فها المهمات مهمة جدا واني لما شنت اسويها شوفوا شلون طورت المرأة بتبعا اللي ما شافة لما سوي صورة ونشرتها في المنتدى فهذا هي يا اصدقائي شوفوا شلون يعني صارت احلى شكلة لكن شوفوا الناس شكلهم لسا مطورين كان هيكي قابل بس انا شنت اطورها وياكم وصار هيكي صار احلى شوف هذا اطور اكثر وصار اكبر اوكي فويب يا اصدقائي خلونا سنشرح المهمات وايضا انا رح تسوي هاي المهمات لان ايضا رح تفيدني فحطوا لاكوش تركوا بالقناة وينبلش نروح على المهمات الاسبوعية ورح تخرج هاي المهمات الاسبوعية بعد خمس ايام وتسع ساعات فاحنا رح نلحق عليه ان شاء الله فيلا اول مهمة ويانا هاي المهمة يا اصدقائي انه نلعب لعبة جمع الفواكه وكون نخلصها باقل من خمسة وتسعين ثانية يعني كون نكون سريعين يا اصدقائي فها المهمة ايضا حلوة وها لما نكملها قام يزودون جواهر صارت النوب اذا كملت مهمة واحدة يطوف جواهرتين اوكي انا يا اصدقائي تسبغ شعرك ثلاث الوان نروح نسبغ هسا يلا خلي نروح نسبغ على المودة نحصل على اثنين جواهر يلا يا اصدقائي هسا نسبغ الشعر انا سنسبغ هسا اول شي هذا اللون ونصرف والنوب بلون احمر هذا واخر شي اللون الاصلي تبع شعاركم يعني ثالث لون تستخدموه اللون الشعار الاصلي تبعكم و بس كملت كله اه اكملت كل مهمة قد كملت المهمة هذي فحصت على جواهرتين وحبيت فكرة الجواهرتين نروح المهمة الثالثة المهمة الثالثة يا اصدقائي انو نكمل اقصد نكبر حيواننا لفل واحد يعني مو خمسة يعني تكبرون حيوانكم لفل خمسة لحد لفل خمسة لا بس لفل واحد فهنا يا اصدقائي المهمة الثانية انو نلعب لعبة البيتزا و تكون ثلاث مراحل و هاي المراحل ثلاث ثلاث و ايضا بها كلهم ثلاث نجوم فها المرحلة ايضا سهلة هاي المهمة يا اصدقائي مثل ما تشوفوا مكتب كريزران هاي تكسر 12 باب بلعبة الكريزران يعني هنا يا اصدقائي تلعب لعبة السيارة او التيربو هذي الموجودة داخل الروبوت ست مرات وهنا يا اصدقائي تلعب لعبة جمال فوكا او البيتزا بس ثمان مرات فاكي اصدقائي و نشوفها المهمة هاي المهمة تقول انه نلعب لعبة تعد الحيوانات 12 مرحلة و كن كلها 12 مرحلة كلها صح فيب المهمة سهلة هنا المهمة قبل اخير هنا يكون نكمل قتد لعب اي لعبة موجودة باللعبات تطينا كوينز راح يكون نجمع من كلها الالعاب 3000 كوينز اوكي هنا يا اصدقائي يدخلون 3 لعبين لبيتك بنفس الوقت يا اصدقائي فيب هي هاي المهمات طبعا احب اوضح انه مو قصد انه يعني تدخلون 3 اصدقائي لبيتكم لا حتى لو لاعبين انتو ما تعرفوهم و هاي عادي دخلون مفترض بس 3 و ناس الوقت و يدخلون لبيتك فيب يا اصدقائي هاي المهمات و لم يكملها طبعا راح نحصل على جوهرتين فيب يا اصدقائي هذا الفيديو اليوم ان شاء الله تكون افتهمتوا علي طبعا انا اريد اقول لكم على فيديو كلش حلوه مميز يا اصدقائي من عنده راح تحصلون على 20 جوهرة و 10 الاف كوينز و حقيبة تبع الكيبوب تدرون شون بكي اكزي اضافت كود جديد يا اصدقائي راح يخلص هذا الكود فلازم طبعا راح اخليكم الفيديو مثبت باول تعليق طبعا هذه الحقيبة تبع الكيبوب فيخلص هذا الكود يا اصدقائي يوم 11 من شهر الخمسة فروحوا بسرعة اشوفوا الفيديو التابعي لاني نزلت الفيديو عن هذا الكود و ايضا لو كتبتوا راح تحصلوا عليها الجوهز فالفيديو اعيد يا اصدقائي و اكرر انه الفيديو مثبت باول تعليق فهذا هو الفيديو اليوم و اتمنى يكون اجابكم مفتهمتوا اصدقائي على الشرح فحقوا لك و اشتركوا بالقناة و بس باي باي احبكم